صباح الخير أو مساء الخير يا برج التور في القراءة العاطفية. خلينا ندخل على طول على القراءة العاطفية وأسفل التأخير. دي تعتبر من 14 ليوم 31 بإذن الله. طاق طاق حلو يا برج التور وكارتك طالع. يعني ده انت في الطاقة بتاعتك. أعتقد أن في حد قديم رجع لك وانت زمان تقريبا كنت مستني رجوع هذا الشخص. وبالفعل هذا الشخص رجع مرة أخرى لحياتك. أو هيرجع بهذا الشخص مرة تانية وانت في الطاقة بتاعتك طاقة برج التور. طاقة انك مبسوط وشاعر بالرضا. انت شاعر بالرضا حاليا. وشاعر بان انت بتحبه قوي يعني بتحبه قوي. وبتحب كمان التواصل مع هذا الشخص. ولما ما بتتواصلش معاه بتشعر بعدم الرضا. لان ده كارتك يطلع بالتواصل يبان انت بتشعر بان مثلا الحياة تحكيت لك لما هذا الشخص بيرجع مرة تانية لحياتك. لانك بينكو ذكريات كتير قوي. وبينكو علاقة متينة يعني مش اي علاقة. ممكن تكونوا متزوجين مثلا. ممكن تكونوا متزوجين. طيب. خلينا نشوف طيب مشاعر هذا الشريك ايه. وشايفك ازاي وحالته ايه دلوقتي. حلو. طيب. برج التور هذا الشريك ايه. عايز يقدم لك ايه. يعني هدية كده او شيء من مثلا. ممكن تكونوا انت لسا راجعين مع بعض. فهو عايز يقدم لك شيء. يثبت حسن يثبت بيه حسن نياته. بس انا عايز اتأكد من حاجة عشان ما اظلموش. بس انا مش اظلمو يعني. اه لا ده. ده عايز عايز يقولك وحشتني وتعالقي. عايز يهزر معاك ويدحك ويرجع الجو اللطيف. اللي كما بينكو في اول العلاقة خالص بقى. لكنك اول مرة تتعرف عليه كده. وبصص له قدام اهو. وهو تقريبا عايز يعمل ايه. لان ده كرت برضو. هو عايز مثلا ما تتكلموش في الماضي كتير. يعني مثلا ممكن تكونوا انت بتكلموا. تكتب مثلا صرت حاجة حصلت في الماضي ما بينك ويقولك بلاش بقى اول. سبك من الماضي تعال نهزر تعال نتحك. تعال تعال نتكلم مع بعض. انا بحب الكلام معك. انا بقولكو فيه تواصل ما بينكو قوي يعني. انت بتحبوا الكلام مع بعض. انتو بتتكلموا مع بعض حلو قوي. فهو بيحب يتكلم معك هذا الشخص. وبيحب يددش كده وتتحك وتهزر وياخد معك الكلام. يعني. او وحشه قوي. وحشه قوي جو الهزار والضحكة اللي كان ما بينكم. فهذا الشخص عايز يبص القدام بقى. يعني يقولك تعال بقى سب بقى اللي ورا بص. وبص معاه القدام كده. تعال بص القدام كده. تعال نخرج. تعال نتفسح. تعال اجيب لك هدية. هو عايز يجيب لك هدية على فكرة. وحاجة كده حلوة يرضيك. يعني اجيب لك الكوبية والبنتكلس. يعني يجيب لك الحاجتين. يعني انت عايز ايه يجيبهولك. اللي انت عايز يجيبهولك. بس هي مشاعره حلوة قوي يعني. مشاعره حلوة. هي صحي بيج اف بيج اف بنتكلس. بس عشان ممكن تكون انت قدتم متخصمين او حاجة. فهو عايز يدردش معاك او كده. ولو انتو مفيش خصام او اي حاجة ما بينكو. فهو عايز اديك هدية. او هو مستلطفق قوي. قوي يعني. يعني انتو مفيش خصام والحاجة في علاقة مستقرة. فهو مستلطفق قوي يعني. مستلطفق وشايفك حدا لزوز وجميل وبتدحكه والحاجات دي يعني. اي اه. لكن شايفك ايه. شايفك ضي هين مات. شايفك ان ممكن يكون بعدينكم فعل غصام ولست راجعين. وهو عايزك ترجع زي زمان. الشخص الامور اللي كان بيدحك معاه لا وكره بقى. لانه شايفك عمال تفكر في الماضي كتير قوي. ادا ها عمال تعيد في الزكريات بتاعة زمان. قوي. يعني شايفك ان انت قاعد كده مع نفسك متوحد. اه انت زي ما تكون هو انت رجعته وكده او انت في العلاقة بس زي ما تكون عندك اكتئاب او ما بقتش زي زمان هو عايز يفرفشك اه عايز عايز يفرفشك عايز خرجك يفرفشك واش هيفك زعلان انت زعلان من حاجة يا برجتور انت ممكن تكون زعلان من حاجة في الشغلة او في الدراسة مثلا وهو عايز يعمل اي حاجة يخليك ترجع زمان الامور اللي كان بيتحك معه يهزر اللي هو كان بيحبه هو كان بيحب فيك الروح الطفولية دي اللي هو كان بتتحك وتهزر وعمل ايه بتاع فهو شايفك بقيت منعزل قوي عنه انت زي ما تكون عندك مثلا ايه اه انت عملت صده لي يا برجتور انت بتصده انت عملت قوله كلام جامد قوي استنى بقى انا كده في هند انت رجعته البعض او او عموما يعني في العلاقة وهو لما يرجع يكلمك تاني هو داخل داخلت عامل ايه ووحشني وكده وانت بتقوله وحشني ايه وانت قلبت على عم ضياء من الاخر او اللي اتفرجته على مسلسل الوصيع انت كده عم ضياء ايه انا مش عارفة ليه انت عملت قوله استنى بقى ده انا حزبك انت وحشني ايه انت بقى لك شهر ما كلمتنيش وبقى لك شهرين كزا فانت بقيت شخص منعزل قوي ومش عايز تكلمه هو شايفك ان انت مش عايز تكلمه او بقيت شخص قاسي بقيت شخص قاسي يا برجتور اسيت عليه يعني هو شايف ان انت بقيت قاسي وما بقيتش دمك خفيف مبقيتش اتوذر معك ممكن يكون دمك خفيف زي ما انت بس انت دلوقتي منعزل عنه شوية لانك ممكن تكون بتعلمه حاجة عايز تعلمه حاجة عايز تقوله انا ما بقيتش زي زمان على فكرة وانا تغيرت ومش هسكتلك تاني وبتاعه وكده بس انت فرحان برجوع ما تنكرش ما تنكرش بقى انت فرحان برجوع وانت بتحبه على فكرة انت بتحب هذا الشخص بس ممكن تكون عايز تقوله مثلا لا انا مش كل مرة بقيت هتسيبني وتمشي ممكن يكون شخص ده من نوع اللي هو انا حاسة اصل كل كروتو البيش او البيش حاسة شخص طفولي شوية في مشاعره يعني لانه مش حاجة كبيرة يعني مثلا ما بيعرفش يدي مشاعر بالزبط هو ما بيعرفش يدي مشاعر كبيرة لو انت متحير من هذا الشخص اوكي وانفكره ان هو بيتسلى بيك مثلا عشان هو مثلا بيكلمك ممكن يكون من النوع اللي بيكلمك مرة في الشهر مثلا هو جدا يكلمك مرة في الشهر يسلم عليك مرة وبعدين يجي لك بعد الشهر اللي بيعديه خرج معك يوم يومين تلاتة وبعدين يروح قاطع وبعدين نجيع تاني هذا الشخص بص البيش والبيش هذا الشخص مشاعره كدة هو ما بيعرفش يدي لكده ما بيعرفش يهتم الا اهتمام صغير يتكلم مرة يتكلم مرتين هو كده دي حياته حتى ما طلق البيج اوف كابس برضو مش النار اوف كابس لا ده البيج اوف كابس هو كده ما بيعرفش يعمل اللي كده في مشاعره هو كده متوحد في مشاعره متخلف يا سيدي في مشاعره بس بيحبك هذا الشخص بيحبك ياه ولكن هو في مشاعره ما بيعرفش يدي المشاعر الكبيرة انت ممكن تكون بتديره مشاعر كبيرة قوي ولكن هم بص فتافيت فتافيت انت تسأل عليه كل يوم هم يسألش عليك المرة مرتين هو كده هو هزا الشخص كده ممكن تكون بتتعامل محد جوزاء برضو ممكن لان انا شايفه برضو البنتكالس هنا فممكن يكون ترابي شوائي هزا الشخص وعزراء وحود او سرطان او عقرب برج معي وطور برضو عندنا عندنا طور برضو طيب زي ما قلت لك وما شايفك ان انت شخص بقيت بتهتم بالتفاصيل قوي وبقيت تدور وراه وبتاعه ولا او انت ما كلمتينيش مبارح وانت 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 طيب هو ايه في حياته دلوقتي هو الكينغ او مستقر على فكرة هزا الشخص بجد بقى ما بيعرفش فعلا يدي مشاعر هزا الشخص عنده استقلال في المشاعر مستقل مستقل العاطفية يعني هو الحب مهم عنده وبيحبك وعايزك بس هو في حياته بيحب دايما يبقى لوحده او يحب دايما يبقى مستقل العاطفية ما بيحبش حد مش عارفة جبالك ازاي برج التور عارفين الشخصيات اللي هي بتبقى شغل وفزح وخروجات وكده وعنده حد بيحبه وهو بيحبه برضو بس ما بيعبرلوش عن المشاعر بس من اخر بس كده هو بيقولك هو بيديك حاجات صغيرة قبل هو كده ويجي تنظره بس هو مستقل دلوقتي وحياته ماشية زي الفول زي الفول وممكن يكون بيربب شغل جديد او بدأ عمل جديد مثلا حاجة حاجة من النمض ده طيب هو نقييته معاك ايه هو نقييته وصال حق بص هو مش مستحمل خالص فكرة ان انت عاملو الوش ده بصراحة يعني ومش مستحمل فكرة ان انت متعزد كده وقاعد وحاطت ايدك على وشك وبتعلق هو عايز يشوفك كده هو متعود من الاخر كده برجة طول ممكن تكون انت اللي عودته انت عودته على كده من الاخر بص بقى انت عودته انت اللي تديله انت اللي تهتم انت اللي تروح له وانت اللي تكلمه هو تعود هو الشخصية دي كده يقولك يا ايه قبل حبيبك على عيبه ومش عارف ايه وكلام ده فانت عودته او عودت هذا الشخص على كده عودت ان انت اللي تقدم له الكوباية انت اللي بتروح له انت اللي بتتكلمه انت اللي بتهتمه هو الشخص ده بيهتم اه بس اهتمامه بالنسبة لك ميجيش حاجة هو كده عادي بقى مع الحياة حياة كلها كده يعني لو انت مش عاجبك الشخصية دي خلاص مش مش كله سيبه ومشي لكن 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 هو بيحبك بيحبك وشايف ان انت الشخص المناسب باصل انت شايف ان انت انت الشخص اللي هو مش هيلاقي زيه تاني خلاص ده 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 رفيق روح يعني ده ومش شوالة بتاعي بيشعر بجانبك بالسعادة وبالانبساط وكده هو بيحب اهتمامك على فاكرة يا جماعة بما ان في تجربة شخصية يعني مش ليا انا بس حواليا فانا لقي صديقة بنفس النمط ده ولما تقلت له انت بتهتمي بيا نص اهتمام ومش عارف ايه كده قال لها انا يعني بحب اهتمامك ممكن يكون ما بديش اهتمام لكن انا ما بيعرفش يعبر ممكن هذا الشخص وما بيجي يعبر بيعبر بالهدايا يعبر بالخروجات بزبط عبر بالفصح لكن كلام واهتمامه ازاي كده لا ما بيعرفش هو يامري الليلة دي خالص هو يديك 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 يخرج يروح يودي سانمة يجيب لك حاجة انت عايزها بتموت فيها لكن كلام حبه اشعاره كده لا هو عملي قوي ومستقل هزا شخص مستقل في عواطفه في مشاعره في كل حاجة وانت بقى يعني انفكره ما بيحبك شو عملت وقال له لا استناني بقى انت ما بتحبنيش اصلا لا هو بيحبك بيحبك ولما بتبعد عنه ما بيتقبلش الفكرة دي خالص لا تبعدي فين او هتبعد فين هو ناوي على ايه الخطوة اللي ياخدها هو حاليا اعتقد انه ملكز على شغله قوي اه لا ابص بقى هو ناوي انا مش قلتلك هزا الشخص بيدي بس بيدي فلوس يدي هدايا هو ناوي يجيب لك حاجة خلاص كده هل يبقى لك بقى هو ناوي يجيب لك حاجة هو ناوي يعمل اللي انت عايزه شوف بقى انت كنت طالب من هزا الشخص ايه هو هيعمله لك يعني انت مثلا طالب منه اهتمام هيدي لك اهتمام والله اهتمني بك وهوريك هو الشخص ده عملي قوي 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 يعني وشخص ما بيحبش الكلام يعني افعال عامل ده عامل ده خلاص اه فهو ناوي يوازن خلاص انا انت عايز ان انا اهتمي بيك خلاص يا سيدي اهتمي بيك ما قلتلكه في اول الا دقريبا قلتلك انت ولا مين مش عارف شايف قلت الا القراءة دي ولا ايه اه اه الشخص اللي بيتغير احنا ممكن نكون مش بنتغير ممكن نكون ايه اللي بيحبه الطرف التاني بنعمله فهو شايفك ان انت عملت وقوله لو سمحت اهتمي لو سمحت وازن لو سمحت اللي بيدهولك تدهوني هو يعمل لك اللي انت عايزه بس ما تمشيش متبعدش انا بحبك لو سمحت انا بحبك ما تمشيش شوف انت عايز ايه وانا اعملهو لك لكن هو لو سمحت يعني اصبر عليه شوية يا برج التور ما تبقاش شخص اللي هو يا كده يا كده لا لا متعملش كده افرد هو عنده شغل عنده اولويات ايه انا عارف في الناس تقولك تم وفتح هو دلوقتي هو مدخلش تكلمني مش لازم يكون فتح بيكلم بنات يعني اللي ممكن يكون بيكلم بنات فعلا بس مش مشكلة مش مشكلة يا جماعة بص للجانب للجانب بيتعرف على ناس لا هو شخص كده يعني بيحب في صمت وهو ناوي ان هو يثبت لك ممكن يثبت لك بان يجي يخطبك او يرى فتحة مع اهلك او يثبت لك بانك مسلا يقولك ايه انا خلاص مثلا حددت السنة جاي على اخطبك مسلا يقولك كده لان هو بس عمال يشتغل وعمال يكون في فلوس اعتقد هو عنده حاجة في الفلوس منع ان هو يتقدم نحوك او ان هو يخطبك او حاجة ممكن تكون انت مطلبة بانه يجي يخطبك او نرسم العلاقة بقى عشان انا ازهقت مسلا او تعال اخطبني دلوقتي مسلا فهو هيعمل اللي انت عايزها او اللي انت عايزه لو ولد طبعا فهي هتيتمي بيك هتيتمي بيك يا لبنا مش هدين فقط يجي تخطبك طب النصاحة بتقولك ايه النصاحة بتقولك بطل بقى لف ودوران بقى اه ماشي بطل لف ودوران والشخص ده توقم روحك وتوقم شعلة واي حاجة اي حاجة فيها حب معك بيحبك 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 برج الكوس وبرج الجوزات هتتعاملوا مع الاتنين بيحبك قوي 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 يعني وازبر عليه شوية برج التوري والنصاحة بتقولك صالحوا بقى ما تبقاش ما تبقاش البرج العزراء ما تبقاش كده هتبقى كده هيمشي هيمشي ويزعل هو بيبقى كده لما انت بيبقى بتصده لكن هو بيحبك بس طريقته في اظهار المشاعر ما بيعرفش بس كده ده اللي اقدر قوله لك ده اللي انا استنتجته من هذا شخص لانه كل شيء بتقوله بيش 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 بتقوله حاجة صغيرة لكن ده توقم روحك ده بيحبك قوي وانت كمان بتحبه على فكري انتو نفس مقدار الحب بس انت بتظهر له يعني اكتر ان هو بيسأل لك ودي اكراه حلوة بصراحة البرج التور وعجبتني جدا مش بيقولك انت في طاقتك انت فرحانة قوي فرحانة قوي برجوع زالشخص انت تحبه قوي قوي وبتحب كمان تديه له عطاء بتحس ان انت زي لو انت بنت بتحس انك امه مثلا بالزبط كده بتحب تتكلم معه هو بيحبك على فكرة وان هو يجيب لك يدية طب يا برج التور يا ربك ونلا اكراه عجبتكم شكرا